ما زالت البرامج الحوارية الإذاعية التي تتواصل مع المستمعين تحظى بشعبية كبيرة إلى هذه اللحظة وهي أحد أسرار عدم وفاة خدمة الراديو المحلي حتى هذه اللحظة فهو يتناول كل المواضيع الطبخ، النفخ، الصح، الجمال، السياسة، المشاهير، العلاقات العاطفية لكن هل هناك أجمل وأكثر جدلا من الرياضة للحديث؟ هذا برنامج رياضي هنا على راديو مارس المغربي يقدمه الإعلامي عادي العماري مع اثنين من لاعبي كرة القدم المحترفين سابقا لتحليل مباراة المنتخب الوطني طبعا يتلقون الاتصالات والأراء من المستمعين ويجيبون على التساؤلات يبدو أن أحدى المستمعات أشارت إلى خسارة المنتخب وانتقدت أداءه في كأس أمم أفريقيا عماري قرأ رسالتها وهكذا رد عليها ماشيكون عندنا وحدة لقلون في بشر ربحوا وشاكفون ديروا لنا حوافيز باش نزيدوا مريم أي تلحاج وابد تلحاج سيري طيبي وبعدي من المنتخب وديها في شغل كثير يتفرجي شو ميشا ولا تفرجي شي حازا أي تحمد أي تحمد ولا بنت تحمد ولا بشيت بعد منا المغرب تسيري أفحالك المغرب من سالي الكتير تشجعي ولا ما تشجعي شو ميشا ولا تفرجي في الطياب وبعدي من الكرة وخليها الممالية سمينا هو أحد يقول لك خالد العماري عيا في الناس واش يدخل معي في الناس ويدخل معي في الناس ويدخل معي في الله حوله ولا قوة إلا في الله سيري خسير هذا الرد اعتبره البعض تنميطا وإهانة لدور المرأة المغربية فانتقد الناس العماري بشدة الطرى طبعا هو بعد يوم أو اثنين للتوضيح والاعتذار شي وحدين اللي زادوا شوية في هذا الموضوع المرأة المغربية وشو ميشا اللي كي عدروا على الناس شو ميشا من العيالات المغربية الحادقات لقد لقد قد قد قلت قلت للي تشارع في المغرب ونحن عددنا دي صوت تخسلي كي دونهم معنا وكي دونهم معنا التحليل في الكورة حسن من رجالة مرأة المغربية فوقراسنا ودائما كانت أنها كانت زيد بالمغرب ووزت دربوا دي البلاد واسماع كتيرة بش ما نذكرش وحدين ووحدين اللي منذكرون المرأة المغربية ممي وختي ومرتي وعائلتي كل فعال مرأة المغربية ون بلوس إحنا فاش هذرنا ما هذرناش باش ننسي المرأة المغربية ولا باش ننصلوا لها شي كامل ولا المرأة المغربية حست بأنه هذا احتقار لها فأنا كنت نطلب مسامحة المرأة المغربية فوق راسي يبدو أن البعض إما أنه استبق هذا الاعتذار أو أنه لم يقبل بهذا الاعتذار لأن الهيئة العليا للاتصالات السمعية والبصرية المغربية تلقت حوالي مئة شكوى حول هذا البرنامج وبرنامج رياضي آخر حتى فقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصري الوقف الكلي لبث راديو مارس خلال التوقيت الاعتيادي للبرنامج لمدة 15 يوما ووقفهما طيلة نفس المدة مع إذاعة بهان إخباريا بالقرار على أمواج الإذاعة ونشر القرار في الجريدة الرسمية المغاربة أيضا كان لهم ردود أفعال على قرار الهيئة السمعية والبصرية العليا مثلا نبدأ بعبد الصمد لتقول كلمة الحق تقمعوه وهذا هي هذه الهيئة ما بانتش ليها دوزيم لي كين من أفلامها تستحي تتفرج عليهم مع دار أما بالنسبة لسعيد عزيز يقول العماري جاي كحلها عماه بغي يقدم اعتذار للمرأة وباش يدعم وجهة نظره قال راه معناها في الراديو عيالات أحسن من الرجالة ده وش غادي تعتذر للرجالة أما أم البنات فتقول لك ومشكلة اللي عاود اعتذر من الرجالة ويسيء إلى شيء حد تاني تبقى خدمته غير إساء أو اعتذار إساء أو اعتذار وتضحك أما من تسمي نفسها اتش تي كي ار جي ات تقول العماري للأسف هجموا عليه الفيمنيست كلامه الأول عين العقل العيلات للكوزينا والكوزينا بالمغربي يعني المطبخ